اشتركوا في القناة تمثيل بعض المعادلات القطبية بيانيا الهدف الثالث اهو ايجاد المسافة بين نقطتين في المستوى القطبي مقدمة بسيطة تمثيل الاحداثيات القطبية يحدد مراقبو الحركة الجوية موقع الطائرات باستعمال المسافات والزوايا فانهم يستخدمون نظام احداثيات قطبية اللي هو المستوى القطبي شن الفارق بين نظام الاحداثيات الديكارتية اللي احنا متعودين عليه اللي هو اكس واي وبين نظام الاحداثيات القطبية نظام الاحداثيات الديكارتية هو عبارة عن المحورين اكس الافقي والمحور الرئسي واي ونقطة تقاطعهما هي نقطة الاصل كما في الشكل نلاحظ هنا ولما نجي نعين اي نقطة او زوج مرتب في المحور الاحداثي اكس واي فاننا نعينها بالمسافة الافقية اكس والمسافة الرئسية واي فبتصير النقطة عبارة عن بي اكس واي هذه النقطة تكون في المستوى الاحداثي نظام الاحداثيات القطبية هو نظام في نقطة الاصل نسميها القطب وفي شعاع يمتد من القطب جهة اليمين نسميه المحور القطبي ويعين النقطة في المستوى القطبي او الاحداثيات القطبية على هيئة زوج مرتب ار ثيتا بحيث ار تكون هي المسافة المتجهة من القطب الى النقطة والزاوية هي ثيتا اللي تقع بين المحور القطبي والمتجه مثال مثلي كل نقطة من النقاط الاتية النقطة الاولى هي اثنين وخمسة واربعين نلاحظ ان قياس الزاوية ثيتا تساوي خمسة واربعين فلما اجي ارسم الزاوية رح ارسم زاوية قياسها خمسة واربعين من المحور القطبي بحط المنقلة بقيس قياس الزاوية خمسة واربعين ورح ارسم ظل بعد ما ارسم الظل بحدد موقع النقطة بما ان ار قيمتها تساوي اثنين اذا النقطة اي تبعد مسافة وحدتين عن القطب فرح احدد موقع النقطة اي ثنين وخمسة واربعين نلاحظ ان ار هي ثنين هي المسافة المتجهة والزاوية في تقياسها خمسة واربعين من محور القطبي مثال اثنين النقطة سي ثلاثة وسالب ثلاثين بما ان الزاوية قياسها سالب ثلاثين فرح ارسمها مع عقارب الساعة من المحور القطبي فرح تكون الى الاسفل وبرسم ار قياسها ثلاثة فرح اعين النقطة سي تبعد ثلاث وحدات من القطب فصارت عندي النقطة سي ثلاثة وصالب ثلاثة الى الاسفل لان قياس الزاوية بالصالب تكمله النقطة بسالب واحد ونص واثنين باي على ثلاثة بما ان الزاوية قياسها ثنين باي على ثلاثة فرح ارسم الضلع النهائي للزاوية ثنين باي على ثلاثة من المحور القطبي برسم خط بعدين رح اشوف ان قياس ار سالب اذا رح امد الضلع النهائي في الاتجاه المقابل لانها سالبة وبرسم ار بمسافة واحد ونص تبعد عن القطب ورح اعين النقطة بي بانتقل الى المستوى القطبي ما هو المستوى القطبي لتعيين الاحداثيات القطبية في المستوى القطبي اللي يتخذ شكلا دائريا نلاحظ هذا المستوى القطبي عبارة عن حلقات دائرية وعن خطوط هذه الارقام اللي موجودة هي قياسات الزاوية سواء بالدرجات او بالراديان والحلقات عبارة عن المسافة بينهم تمثيل احداثيات القطبية رح امثل الحين النقطة في المستوى القطبي اذا كانت بي 3 و4 باي على 3 نلاحظ ان الزاوية بالراديان فرح استخدم المستوى القطبي القياسات بالراديان بروح ابحث عن قياس الزاوية 4 باي على 3 لاحظها هنا 4 باي على 3 رح أرسم خط بحدد قياس الـ R تساوي ثلاثة عشان أعين النقطة P تبعد ثلاث وحدات نلاحظ هذه الحلقات هي عبارة عن المسافة بما أن R تساوي ثلاثة إذن تبعد ثلاث حلقات نلاحظ في الحلقة الثالثة رح أعين النقطة P نقطة ثانية Q سالب ثلاثة ونص ومئة وخمسين بما أن قياس الزاوية 150 بالدرجات فرح أستخدم المحور القطبي اللي قياسه بالدرجات رح أضع الضلع النهائي عند الزاوية 150 هذه الزاوية 150 رح أرسم الضلع عند 150 بننتقل إلى R قياسها سالب ثلاثة ونص نلاحظ ان الار سالبة فرح ارسمها على امتجادها للمحور القطبي بقياس ثلاثة ونص هاي الحلقة الاولى الثانية الثالثة فبحطها في نص المسافة بين الثلاثة والاربعة فبرسم النقطة كيو سالب ثلاثة ونص ومئة وخمسين تمثيلات قطبية متعددة نلاحظ احنا في النظام الاحداثيات الديكارتية كل نقطة هي نقطة وحيدة موجودة في الاحداثيات ما لها مثيل لكن في نظام الاحداثيات القطبي ممكن اوجد اكثر من زوج مرتب لنفس الاحداثي القطبي يعني لو كانت الاحداثيات القطبية ار وثيتا ممكن اوجد لها اكثر من زوج ممكن ار ثيتا زائد او ناقص 360 بالدرجات او بالراضيان ر ثيتا زائد او ناقص 2π نلاحظ هنا في هاي المثال لو برسم النقطة ب ر وثيتا هاي نقطة لو جيت بوجد نقطة ثانية لنفس او زوج مرتب ثانية لنفس النقطة ب راح اطرح من الزاوية 360 هذه الزاوية ثيتا هذه الزاوية اللي هني ثيتا ناقص 360 راح يكون نفس الزوج المرتب موقعة لكن بتكون ر وثيتا ناقص 360 ممكن اوجد لنفس النقطة هذه النقطة ر وثيتا زوج مرتب اخر اللي هو راح ااخد ثيتا زائد 360 راح ااخد دورة واحدة دورة 360 مع الثيتا اللي عندي اياها هني فالنقطة نفسها بتكون ر وثيتا وبتكون ر وثيتا زائد 360 بما ان ر هي مسافة متجهة اذا ممكن يتغير تكون سالبة فممكن تكون سالب ر زائد او ناقص 180 بالدرجات او ممكن تكون بالرديان سالب ر وثيتا زائد او ناقص البي نلاحظ هني في هذا المثال النقطة ب هي ر وثيتا ممكن ااخذها سالب ر واضيف ثيتا زائد او ناقص 180 نلاحظ لو اخذت هذي اللي هني هذي الزاوية رسمت سالب ر اللي فوق بضيف على الثيتا 180 لو اخذت اللي تحت بتكون ثيتا ناقص 180 فاقدر اكتب زوجين مرتبين غير الزوج المرتب الاصلي بصورة عامة القاعدة بشكل عام اذا كان n عدد صحيح فانه ممكن تمثيل النقطة r ثيتا ممكن احطها اي عدد او سالب r ثيتا زائد 2n زائد 1 مضروبة في 180 واذا كانت مقاسة بالرديان بنفس الطريقة مثال اذا كانت ثيتا محصورة بين ثلاثمية وستين وثلاثمية وستين اوجد اربعة ازواج كما منها كل منها يمثل احداثيات قطبية للنقطة t في الشكل المجاور هذه هي النقطة t اول زوج مرتب راح اكتب هو يمثل النقطة المرسومة شلون احسبها راح احسب عدد الحلقات 1 2 3 4 ف r 4 وعندي الزاوية تقع عند الزاوية 135 فالزوج المرتب الاول t هو 4 و135 راح نوجد الثلاث ازواج المرتبة الزوج المرتب الثاني بطرح 360 من ثيتا نلاحظ ان r بضل نفسها r بطرح ثيتا من 360 الا هي 135 ناقص 360 بيعطيني 4 وسالب 125 هاي الزوج المرتب الثاني الزوج المرتب الثالث ببدل r بحط مكانها سالب r ورح اضيف 180 حق الثيتا يعني الاربعة لاحظة هني صارت بالسالب وضيفت 135 الى 180 طلع لي الزوج المرتب الثالث سالب 4 و315 الزوج المرتب الرابع ببدل r الى سالب r وبطرح 180 من الثيتا نلاحظ هني الاربعة صارت سالب 4 وهني 135 ناقص 180 بيطلع لي الزوج المرتب الرابع سالب 4 وسالب 45 تسمى المعادلة المعطى بدلالة الاحداثيات القطبية معادلة قطبية مثلا r تساوي 2 ساي ثيتا هذه معادلة قطبية التمثيل القطبي هو مجموعة كل النقاط r وثيتا اللي يحققها احداثيات المعادلة القطبية راح نمثل حين نوعين من المعادلات القطبية r تساوي k وثيتا تساوي k بحيث انك عدد حقيقي مثلي كل معادلة من المعادلات القطبية الاتية بيانيا السؤال r تساوي 2 تتكون حلول المعادلة r من جميع النقاط على صورة الزوج المرتب r ثيتا حيث ثيتا هي عدد حقيقي نلاحظ نلاحظ في هذه الرسمة لو بجي أرسم r تساوي 2 فهي تبعد وحدتين عن القطب نلاحظ هذه النقاط ممكن أختار r تساوي 2 عند أي نقطة ممكن اختارها هنا ممكن اختارها هنا ممكن 2 باي ممكن 2 11 باي على 6 فجميع الزوايا اللي موجودة عند r تساوي 2 تشمل المعادلة r تساوي 2 إذن فالمنحنة هو عبارة عن دائرة مركزها نقطة الأصل أو القط ونصف قطرها يساوي 2 نلاحظ أن هذه المعادلة r تساوي 2 مثال الثاني ثيتا تساوي باي على 6 تتكون حلول المعادلة لثيتا باي على 6 جميع النقاط على الصورة r باي على 6 حيث r ممكن يكون أي عدد حقيقي يقع على الخط هذه باي على 6 لو جيت اخذ اي نقطة ممكن اخذ اي نقطة على الخط راح تحقق لي المعادلة فرسم المعادلة اللي فيها ثيتا تساوي باي على 6 هي عبارة عن جميع النقاط الواقعة عند الزاوية فالرسمة راح تكون على شكل مستقيم يصنع زاوية باي على 6 مع المحور القطبي نلاحظ أن جميع النقاط تقع على الخط بنتقل الهدف الثالث المسافة بين نقطتين في المستوى القطبي لإيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى القطبي النقطة الأولى P1 هي R1 ثيتا 1 والنقطة الثانية P2 R2 ثيتا 2 المسافة بين هذين النقطتين هذه المسافة بين النقطتين في المستوى الإحداثي راح أوجدها بالقانون P1 P2 يساوي جذر R1 تربية زائد R2 تربية ناقص 2 R1 R2 في كوساين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 بين كوسين مثال يتابع مراقب الحركة الجوية طائرتين تطيران على الارتفاع نفسه حيث إحداثيات موقع الطائرتين A 5 310 B 6 345 وتقاس المسافة المتجهة بالأميان السؤال الأول مثلي هذا الموقف في المستوى القطبي رح أمثل النقطة A على بعد 5 ميل من القطب والضلع النهائي لها على الزاوية 310 والنقطة B رح تكون على بعد 6 ميل من القطب وعلى الضلع النهائي وقياسها 345 نلاحظ هني هذه هي النقطة موقعها هني والنقطة B موقعها هني السؤال الثاني إذا كانت تعليمات الطيران تتطلب أن تكون المسافة بين الطائرتين أكثر من 300 فهل تخالف هتان الطائرتان هذه التعليمات وضح إجابتك علشان أوضح إجابتي لازم أوجد المسافة بين الطائرتين وتحقق من الإجابة باستخدم قانون المسافة بين نقطتين في المستوى القطبي بعوض عن الر1 و الر2 والثيتا 1 والثيتا 2 في القانون بالتبسيط رح يطلع لي 3.44 إذن لو قارنتها بالسؤال اللي عطاني هل هو أكثر أو أقل طبعا 3.44 أكثر من 300 إذن المسافة بين الطائرتين 3.44 تقريبا وعليه أستنتج فأنهما لا تخالفان تعليمات الطيران مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر